ها، كالتي وشبهت يا أمي؟ الحمد لله يا ابني بالهنة والشفاء يا سعد، تعال شير الصينية دي حاضر يا معل قوليلي بقى، إيه حكاية بنتك اللي بتقولي عليها دي؟ شوف يا ابني، أنا سكنة عند راجل بعيد عندك مرابي بيسلف الناس بالفايز يعني اللي يديره درار يسترده اثنين أو ثلاثة حسب المدة يعني طيب، وإيه اللي خليك تسكون عن درابي لزيلة؟ النصيب يا ابني، النصيب أنا يا ابني كنت بشتغل كنت بغزل شبك الصيد وعيش أنا وبنتي من ربنا قاسبهن والحمد لله وراديو بس يا ابني، بعد ما الصحر وحد زي ما انت شايف كده انكسر علي الإجار ومش بس الإجار يا ابني ده السلفت منه الظالم المفتري المبلغ كده يعني أنا ماشي بي حالي لحد مربنا يفرجل علي ما تريه يا ابني حاطة عين على بنتي عايز ياخدها مني وصوم انه هو ينزلها سوء ان اخي سيباحها ويتامينها قبل الدين اللي علي عايز ياخد حتة من قلبي بنتي هتروح بني يا ابني ساعدني ربنا خلي هو المبلغ اللي مكسور عليك يا ابني يا ابني يا ابني ببص يا امي ببص يا امي ببص يا امي انا معيش كل المبلغ بص للصراحة يعني اخواتي قشرتوني على الاخر انا هديك كل اللي معي تمشي بي حالك وبكرا ان شاء الله هضبرلي بقية المبلغ يا ابني يا ابني نحن اليوم نحكي عن الف ليلة وليلة شافكي بجوز شفنا الغرب أخذوا هذا الوسمة و بجوز اليوم كدرنا نعكس ثقافتنا على دول الغرب من خلال الدراما والف ليلة وليلة تحديدا بالصراحة اوه بس مش كل الأعمال يعني لكن مثلا قطأ مش كل الأعمال المكتوبة حلوة زي العمل اللي احنا فيه ده مثلا ان هو الف ليلة وليلة ده لانه مكتوب حلو و مكتوب بحيث ان هو فيه فيه عندنا درسنا بالكلام ده يعني مثلا بتيجي تنصر حاجة او تعرب حاجة يعني غير ما تبقى كلها خواجه قوي عشان برضه تبقى قريبة من العرب يعني فهو المسلسل ده عامل كده بقى يعني تحس انه فيه مصري علامي عربي يعني علىك يعني مفيش حد يختلف عليه بصراحة صحيح يعني انا حاسة حتى انت شوفته الديوك بتعمل ايه الديوك بتمثل اديك في المسلسل اللي بيمثل ايوه يعني اش ممكن صحيح بجد العبقارية يعني ما شاء الله الله اكبر يعني مش عايزة اكيد طيب خلينا نروح للسينما يعني انت عملتي دور فيلم ربعمية واربعة من الافلام اللي نجحت جدا وطبعا فننا مونة زاكي يعني نقاط كمان اشادوا بيها في الفيلم ده وبصي اراد هيك تعمل دور مونة زاكي بتدخل على انها كان بتسعيدها الاول وباين بتكتشف ان هي عندها دهب او فلوس بتسرقها وبعدين بعد كده بترجع ترجع عليها ده شوفتي ازاي جمهور السينما تقبلوا الفيلم ده يعني دورك كان من المشاهد المهمة اوه انا برده شوفي يعني ما عشكا بقول انا محظوظة السنة دي بالاتنين دور واربعة لان برده الدور بتاع ربعمية اربعة ده ضيفة شرف وبرده بنحظ الحلو ان الفيلم كله ديه في شرف يعني مش هيتقال نادية جايب تعمل دور انتي سنة اربعة وشرين دي ضبت الشرف حققاتي فيها نجاحات كتيرة فأنا برده قلت كده يعني مش مشكلة المهم ان انا عمل دور يعلم هو كان حظي انه برضه مخرج جامد قوي ونجمة جامدة قوي 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 يعني من هنا لسه من اللي بعد الجاية فأنا يعني مثلا يعني مونا زكي مع حفز الالقاب وهي وفا تمثل قدامنا بحباها أصلا من قبل ما تمثل قدامي وهي تمثل كده قدامي انا كنت ببص فيها هي يعني انا مش قادرة تخيل ايه الاحساس ده يعني احساس فظيرة وهي بتحيط قدامي انا مش مصدقة يعني مش عشان كده لما حد علق لي معجبة يعني معجبات فبتقول لي كفية بصة الحنية اللي انت بصتها لما انا بقول دور صغير قايت لي كفية نظرة الحنية اللي طلعت من عناية هي طلعت من عناية لان مونا هي المساعداني مش مساعدة لانا بدو دور مش حال حق اطلع يعني اجزي بقول قصة انا عشت الواهمة والحاجات اللي بقولوها دي لا الفنان اللي قدامك بيخرج بيخرج منك حاجات فانا لما بص المونة ولقيها عاملة كده طبيعي لازم هيبان في وشي انها نقص عاية يعني لولا لولا لما ينفعش ابكي كنت بكيت لان هي حاجة عبقرية جدا يعني حد عبقرية قوي يعني ومخرج جامد وفاهم وواعي فممكن مشوي المشهد الصغير مع نزه كده بينقلك في حتة تانية خالص مش بس العمل كله بيتديل لأ منقل اشخاص نفسها الفنانين والفنيين وكل حاجة تخلي والمعاملة انا رأى حظي هو انا حظي الصراحة يعني انا بحمد ربين ان انا حظي ان انا بقع مع ناس فنيا حاجة جامدة وانسانيا حاجة جامدة قوية فده مريح بالنسبة لي اوض طيب يعني بعام 2023 جدمتي مسلسل ستهم كان دورك بهذا المسلسل وايضا قداش انعكس عليك اثر ايجابي تحديدا ستهم مسلسل ستهم مسلسل ستهم اولا ده غير ان الفنانة الجميلة روجينة هي لم كلماني بنفسها يعني هو كان الوقت كان متأخر وانا ما كانش يعني على البال او حاجة يعني المام وفاما كانوا مصدين هي ودكتور اشرف ان انا لازم ابقى في العمل ده فكانوا بينكوشوا على حاجة يعني يطلعوني فيها فجهل بالصدفة الدور ده وده الدور بتاع ام الولد اللي هو حبها وعايز تجوزها حب ستهم ومفروض انها تبقى ستة طيبة قوي عشان تعرف تحتوي ستهم في بيتها لانها كانت يعني متمربطة من هنا الهنا 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 لحد بتيجي عند الست دي والولد ده بيحبها في نفس الام الطيبة اللي تحافظ على بنتها البنت دي لانها بنتها ويعني فهم ازاي وتحب ابنها قوي فكان فعلا مشهد طيب قوي يعني كان يعني المشهدين اللي عم تقوم مشهد مشهد طيبة قوي لستة مصرية طيبة قوي يعني وانا طبعا كان شرف لي ان انا بشتغل معهم يعني وانا بحبهم قوي قص يعني معلقة شخصية يعني فلو قالوا لي عندي من دم الكاميرا كنت هعدي من دم الكاميرا انا بشوف او بحس من روحك انه يمكن النجاحات دي رجعة من روحك يعني انت بسيطة محبة للفن بكل اشكاله فما ببقاش عندك مشكلة انا انا حعمل دور شرف انا حعمل دور كبير انا اسمي حيبقى فين انت عايزة الحالة للفنية نفسها او طبعا ده حقيقي يعني انا مش فرق معايا يعني انت بيطيل عمر الفنان اكتر لاني دايما بلاقي انه الفنان المستمتع بادور كتيرة مختلفة اكتر من الفنان اللي يمكن دايما يعني بيحصد البطولة واسمي فين فبيبقى دايما يعني عنده حالة من القلق هو دايما ترتيبه فين اه لا هو حكاية الترتيب والحاجات دي هي مهمة لبعض الناس طبعا عشان ما كانتهم ببعرفوا وما كانتهم فين فدول من حقهم انهم مثلا ممكن ممكن ازعلوا ممكن معانا انا مثلا عشرة جيل كبير قوي اه مثلا اشتغلت مع السيد محمود المليجي مع السيد توفيق الدئين مع اسبيده السروات مع مدي حكامي مع زوزه ماضي مع عماء عمالقه تاريخ تاريخ فريد شوقي مع ناس دي كبير قوي ما كانوش بيهتموا بالكلام ده خلاص على فكرة يعني براهم انهم مثلا هم اسمو فين وعمرهم مهتم وهم عارفين ان هم الناس هتخش هتشوفهم يعني هم الناس عظماء مش بستهلة اسمه في جيلنا بقى احنا احنا كناس قدام برضو اخدنا منهم ده يعني اخدنا ده الجيل الجديد للأسف اغلبه ومش كده يعني هو الجيل الجديد دايما بيتخاني على الاسم فين ولازم دور يبقى من الجلدة للجلدة مش كله طبعا عشان ما بقاش ظلمة لان في منهم ناس جميلة جدا يعني انا بالنسباني يعني مش هزعل ان بقى فيه دور صغير بس ما بقاش دور صغير ومالوش ملامح يعني ممكن يزعل ازعل مش عشان حاجة عشان ان برضو بحب التمثيل لاني بحب التمثيل ما انفعش بقى بحب التمثيل ومشواري كل ده وخلاص انا فين يعني انا خلاص يعني في اخر ايامي يعني فعلى الاقل اعمل حاجة يعني اعمل حاجة لطيفة ناس تفتكرني بقى بيها غير الحاجات اللي انا عملتها كلها لكن ما يبقاش كل الحكاية انه بعد كده اتبعتلي دور صغير وخلاص ده هو اكيد بعد اللي بتشاف ده انه مش 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 هيبقى دور صغير تافة لكن لو دور صغير وبالجمال ده او بالحالة دي او يعني ما حنقول ايه فيه مصريين كتير نجوم عملوا ادوار قد كده فيلم او كذا بس هو كان لازم محدش يعمل ده اللي هو يتقال محدش راف يعمله اللي هو صحيح ما اقصوا بايه وف برا مصر كده يعني يجي نجمة ضخمة جدا بس هو تقولي محدش يعرف يعمله غيره هون نادي يعني احنا بنقول كل فنان بمر بمحطات كثيرة وزي ما اتفضلتي ممكن انا مثل دور كبير او دور صغير بس الو حالة موجودة ايش اكتر محطة مريهتي فيها نادي اثرت على حياتك او اثرت على حياتك الفنية تحديدا لا زمان يبقى لعال كبيرت لعال كبيرت طبعا وشديد طبعا جودر لا طبعا هقولك ده في المرحلة دي جودر في المرحلة بتاعت زمان اللي مكملة هقولك على حاجة كمان انا لو لصحر ما كانش يبقى الترند كده يعني اه طبعا المسلسل جامد جدا هو عامل ترند لوحده بس مش عامل لحد معين في المسلسل ترند عملي انا ترند ليه مع ان انا دوري صغير ده فيه ناس عبقرة في المسلسل ده في عبقرة المفوضي بهمة ترند انا تعملي ترند بتدروس صغير ليه عشان فيه تاريخ اسمه صحر فالناس عشان كده حتى في الترند ده بيحطوا ايه مش صورتي الواحد كده وانا كبيرة او انا صغيرة لا بيحطوا الاثنين جامعة بعض يعني بيحطوا الصحر وبيحطوا دي المقارنة الزمن انه انه صحر كده بقت بتعمل دور كده دي على الترند بقى ورصيد الحب بقى وكمان يمكن اعتقد انه هنا السوشيال ميديا بقت بتساعد جدا يعني على طول الناس بتشوف المسلسل تنفعل معاكي بتبدأ تنزل على السوشيال ميديا بيحصل الترند فبرده يمكن السوشيال ميديا بتخدم ادوار بعينها يعني هي برضه التقطت المشهد بتاعك وبقى هو الحكاية ده حقيقي طبعا بس انا اللي بقصده ايه ان انا يعني برد على حتة انه المحطات محطة زمان طبعا هي اللي معاليها محطة النهار دي ده اللي قلناه انا ورعد في البداية اللي هي الفرصة الاولى خدمت الفرصة التالي بالزبط كده لانه لانه طب ليه بقى مارتي يعني انا ماشي في البيت بضحكة وقول اللي حفيت بقولها ايه ده ايه ده كله ده انا فرحانة اوي فعادة تضحكت لي قبل عرفت فرحانة اقلت راسة مش الدرجة دي يعني هو فيه ايه انا معملتش اجاز يعني يعني انا كفنانة مش حاسة ان انا عملت اجاز انا عملت زي الادوار دي كتير انا عملت دور حبيت ورطيب جديد بس هو كمان كان مشهد محوري ايوة يعني غير حياة جودر بعد شوية اه لا انا بقصد تعالي نرجع بقى للفرصة الاولى اللي جابت كل النجاح ده في مشهد بسيط فرصة الاولى مسرحية مهمة العيال كبريت بعد مدرسة المشاربين يعني هي كمان كانت مسرحية بتنافس مدرسة المشاربين لانه العيال كبريت بعد مدرسة المشاربين اختيارك بقى كلمينا مين اللي اختارك تعملي سوسو اه شوفي بقى دخلينا بالكواليز دي اه اه دي في حاجات ناس عرفتها طبعا من كاملك انا قلته يمكن حضرتك ما تعرفهاش مثلا الدور ده ما كانش دوري اصلا الدور ده كان دور الفنانة الجميلة مشير اسماعيل ده مبدئيا كده وكانوا بيعملوا وقتها خرجوا من المدرسة المشاربين الاستاذ عادل امام بها هيعمل مسلحية اسمها الشاد بنشافش حاجة وسعيد اختار انه يعمل مسلحية اسمها العيال كبريت فسعيد اللي ارحمه اخد احمد واخد الاستاذ حاسا مصطفى نفس الطاقم اللي كان هناك معادة طبعا مادام كريمة ما كانتش معاهم المشاربين المهم يعني ففي يوم وهم عادين كده شاء القدر ان في نجمتين سابوا الروايتين سابوا يشاهد ما شافش حاجة وسابت العيال كبريت وكان حيارضوا في بورس عيد وده ارض ملعب غير ملعبنا يعني يعرف ان بيبقى يمية كمان الحجز من الابلاب قد ايه والحاجات المهم فاللي حصل انه قاعدين في المكتب محتسين بيدربوا اخماس في اساس وهنجيب مين طب مين هينكز الموقف اتاري بوشيرا مشغولة برا بتصور حاجة فما عرفتش ترجع وهم منزلين الدعاية في بورس عيد على ان هي المصوحية ستتارد بعد 4 ايام اتفاجوا انها بتقول لهم اجلاب 4 ايام انا مش هقدر ايجي فالمهم دوروا على بديلة للاستاذة هلافاخر جابوا استاذة نهات جابر وهي لصورة الرواية نهات جابر وهي ليس جابر PAFAAFAAFYR وبعدين كان الاستاذ محمود مرسي وكان الاستاذي في المعهد كان موجود في المكتب فهو اللي قالوهم قالوهم يقولوا مين اللي سيكون تحفظ واحنا ما عندناش لورق بيقول نفس الكلام اللي بيقولوه ولا عند كان ايه مع شرايت ولا في شرايط بيقول نفس الكلام اللي بيقولوه فلهم كانوا بيرتجلوا كلهم ومين اللي هتلاحق وفي أربع طياب قالوهم ان عندي البنت الجنية اللي هتعمل الكلام ده مين قال لهم نادية شوكري كان وقتها الله يرحمه يا سابي العدل اللي هو أبو بنزي كان شغال معهم مش رفش حاجة وكان الأستاذ رمضي العدل أخوه كبير قاعد في القاعدة دي تحديدا فقال لهم أنا هجيبها لكم يعني الأستاذ رمضي العدل فكلموني روحت طب تعالي نعمل بروفا قطرهم فين بروفا مش مش لقي أي حاجة عمل عليها أي حاجة فوالله أنا مش عارف إزاي عملت المسلحية دي الحقيقة وكان اللي مساعدني قوي أحمد زكي قال له رحمه لأنه كان حبيبي صاحبي من قبل وزبيلي وكده وكان صديق لنا أنا وسامي العدل فحتوقاني وهو قال لي لا أشجعني في تعالي وقعد معي المهم يعني روحنا نعرض في مرس عيد وأنا مش عارف نحعمل إيه قالوا لي احنا هنشاورلك بعينينا هتخش كده وتتلعي كده وتروحي كده الأربعة يام كنت شغالة كده اللي هو يعني يعني عمولي يتلعي سلاي سلم عميش لحد ما خلصت الأربعة يام العرض دول وكملت معهم السنتين وصورنا صادف بالصدفة وإحنا أثناء هنعمل كده قالوا هنحنعيد التصوير قلت له انتعيدوا التصوير ايه مش انتوا قلتوا انتوا المسحيات السورت قالوا لي اه بس هم بيعملوا المونتاج في حاجات حابوا يشلوها فباز بازت المسرحية فجابوني أنا يعني فضلت أنا اللي عاملها المسرحية اللي عدت التصوير بتاعها ده من بختش بربنا الفرص يعني الفرص ماشاء الله الفرص كثيرة جدا ناس كثير زي مثلا السيد أحمد بدير مرسس أحمد بدير رواية بتاع قصرات الدنيا دي وكتش بتاعته كبتاعت حمدي أحمد ريوسكينا اه ريوسكينا طبعا صح نفس الفكرة نفس الفكرة فبيحسن ربنا بقى لما بيريت حاجة خلاص بتصير اه يعني أنا تحط فيها وانا ما عامل حسابي ان انا رايح عامل اربع تيام وشكرا وانت بي تاريخ بقيت كبان اشتغلت السيزن فقلت طب وعدها السيزن اللي بعده هي بقى انت شغلت واحد هي عارفة نمساورة ما صحية يعني انت تصغل وجودك معنى يعني نسلك عن قصة حب سامي العدل اه يعني قصة وبدأت الحياة قصة الحب دي كانت واحدة طلبة يعني أنا كنت زملته في المعهد كله اسرار طبعا جدا انا حسوا اسرار ايوه طبعا سامي كان اكبر مني طبعا بالسن وكان المعهد عندنا كبار وصويرين يخشوا وكان فيه ناس يتخشلنا كمان على سنة ثالثة بعدما خلاصوا الجامعة فكانت مراحل عمرين كثير في المعهد المهم السامي لما داخل المعهد وانا كنت متفويق قوي وكده وهم ما كانش بيحضر اغلب الوقت يعني فحصلت خناقة مبينة ومبينة وفي الكافيتاريا دي كان بداية الحب كانت خناقة وعلى صوته علي هو صوته الجهولي كده كان الله يرحمه فانا تخضيته وانا كنت بقى لسه معرفش حيكة خالص انا جاية مسكدرية مدرس فنصاوي لا هو ماشاء الله طويل وعريض وانتي اوه لا وانا جاية مسكدرية بقى مدرس فنصاوي بقى وبتاعه مدلع ومديش في الكلام ده ولا في الخناقات انا دلوقتي حاجة تانية على فكرة فانا كنت مديش في الكلام ده خالص فلو اي حد اشتني يقول له اي سامحك وكده يعني فعيط فسعبت عليه فابتدى جا صالحني اوه نس فصالحته فالصلح ده اخد مننا ماشي من المعهد لحد مننا التحرير ايوه فاخدنا الكلام بقى بقى وانا اعجبت بشخصيته وانا ما كنتش تعاملت مع الشخص اللي شبع سامي كده متعود على ناس ثانية خالص يعني فرجولة بقى لقتيه جدعه ابن بلده اوي اوي ورجولة بقى وكده واحناين جدا 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 عكس شكل وصوته ايوه طبعا وبس ونجوزنا وخلفنا بنتي وانا في صراحة ثالثة معهد ايوه دي اجمل ما في قصة الحب اوه والله ايوه راشا بنتي وطبعا جابتلي احفاد دلوقتي عندي محمد وحبيبة فدول بالنسبة لي اجمل حاجة في الدنيا يعني يمكن برضه لما كنت بتوقف شوية ان شوالك بسببهم يعني وكنت مبسوطة بعمل رسالة ثانية يعني بربي في ايوم معاها وكده يعني قصتك جميلة وفنك اجمل حقيقي استمتعنا جدا وحسيت انه البشاشة والرحابة اللي موجودة عندك والامل والحب للفن هو اللي دايما حيديك فرص دايما حلوة زي الجواكي ده اللي نشي الفائعة انا كتير فرصة انا قادة معاك والله انا فرحانة بيك جدا 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 وفرحانة بالبرنامج الجميل ده ودايما ودايما يا رب في تقلق بإذن الله يعني يعني احنا استمتعنا بيك وأنا مبسوطة انه طلتك كانت النهاردة كمان ودي فرصة تانية طلع عربية صحيح على اربع دول عربية نورتي بيت للكل انا كمان والله فرحت جدا لما عرفت ان البرنامج بيتزعف اربع دول عربية وشرفني مرسي جدا اشرفت بحضرتك وسعيد ان انا يعني كل الشعوب الجميلة دي تشوفنا في وقت واحد وفعلا هو بيت جميل يعني بيت الجميع وشافك يعني كم اليوم عرفنا انه الفرصة الاخرى او الفرصة الثانية فيها امل وممكن تكون فرصة مخبية جوة فرصة ايو بس كمان نادية شكري عندها كنز من الفرص ما شاء الله ماشاء الله مشاهدين الكرام اكيد انتهى وقت برنامجنا معكم بيت للكل بإذن الله سنلقاكم بحلقات اخرى ومواضيع اخرى الى اللقاء